في الأثناء علقت شركة الكهرباء الإيرانية تصدير الطاقة إلى العراق معللة ذلك بسد الاحتياجات المحنية مدير الشركة مصطفى رجبي مشهد قال إن صادرات الكهرباء إلى العراق انخفضت إلى 150 ميجو واط من 2000 وفي بغداد علق المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى بقوله إن طاقة المستوردة من إيران متوقفة منذ ثلاثة أشهر فيما يجري التواصل مع طهران لمعرفة أسباب وقف التصدير هذا ويجري العراق مباحثة لاستكمال الربط الكهربائي مع الخليج والأردن ومصر وتركيا لتعزيز المنظومة الوطنية